وصدقت الحكومة اليوم أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء إلغاء فكرة تخفيف الأحمال خطة تخفيف الأحمال حتوقف من النهاردة لنهاية الصيف هذا هو الإسبوع الثالث في يوليو كما وعد السيد رئيس الوزراء هذه الحكومة من يوم أن أدت اليمين يوم 4 يوليو يعني 16 يوم تبدو الملامح مختلفة وهذا عكس رهان الكثيرين الدكتور مصطفى مدبولي هو نفس الدكتور مصطفى مدبولي إلا حيتغير لا الدكتور مصطفى مدبولي نفسه اتغير يبدو أن هذه الحقبة وهذه الحكومة ستكون في خدمة المواطن بالفعل وأنها عندما تعد تنفس وزي ما كنا بنتكلم وبننتقد لازم نقول برافو شكرا دكتور مصطفى شكرا على التوجهات اللي لكل المسؤولين أنك تشوف المواطن تنزله تسمعه تريحه دكتور مصطفى مدبولي من يوم ما جاء وبيطلع اسبوعيا يتكلم ويعرض وينائش وهذا لم يكن في الفترة السابقة كلها الدكتور مصطفى مدبولي بيواجه مش الدكتور مصطفى مدبولي بس حكومته تعالوا نشوف حكومته